طيب سمعنا أو الناس سمعت أو عندها فكرة عن ورش التأليف من التأليف الموسيقي طيب إيه بقى ورش التلحين للفترة دي الله تجيبت لعسانة دي منين كان فيه في السنين اللي بفاتت طلعت بدأت ورش التأليف تزعمها بحقيقة ديب وبهجة أمر وفلان وفلان إيه يا ورش التأليف إن أستاذ كبير زي فلاني الفلاني يجمع مجموعة من الهواة اللي هم عندهم رؤى وعندهم قيال وكتابة ويعودوا يحطوا لهم الموضوع فيتعمل تفاصيل فيتولي جيل جديد من الكتاب ده ورش التأليف إلا ورش التلحين ورش التلحين دخل فيها الأم الموسيقية مطبلاتي على طرابيزة من الغماتي أي حاجة حتى لو واحدة بتولول على واحدة ونص فدي ورش غريبة كان يجب أن يدخلها من هو يعي معنى كلمة موسيقى أو تلحين وتحت رعاية جيل من العظماء ولكن لما طلع الجيل دوت نفى وجود العظماء والإيدو ده قديمة ده إحنا ولذلك إحنا وصلنا إلى ما نحن فيه دي الورش عظماء التأليف كيف يكتب اسمه؟ عظماء التأليف عظماء إيه؟ التأليف يا فندي التأليف؟ وتجربة ثم تتحول الفطرة والتجربة إلى كتاب ثم تتحول الكتاب إلى لغة علم يأتي إليها جيل موهوب يدرس ويعرف ويكون مطلع على ما قدمه لكي يكمل المسيرة بإضافة مش بتكرار دلوا عظماء لكي تكون عظيما شوف اللي قابلك قالوا إيه؟ وإنت لما تقول اللي بعدك حيقول عليك إيه؟ هما دلوا عظماء ترجمة نانسي قنقر